السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم شيخنا الحبيب سؤالي هو أن الفرق الناجية في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهذه الفرقة هي الفرقة المتبعة لأهل البيت عليهم السلام وهم الشيعة وكذلك هذه الفرقة حسب الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تنقسم إلى 13 فرقة كلها في النار إلا واحدة سؤال هنا شيخنا الحبيب هو كيف يمكننا تحديد هذه الفرقة الناجية من 13 فرقة وما هي المعايير التي نتبعها بذلك أي بمعنى هل يعتبر مرجع التقليد هو المعيار في تحديد هذه الفرقة الناجية حيث يوجد هناك أدة مراجع هل كل هذه المراجع تؤدي إلى الفرقة الناجية مثلا أنا كشاب مسلم شيعي كيف لي أن أعرف أني أتبع الفرقة الناجية وشكرا شيخنا الحبيب لسعى صدركم إياكم الله لأنه سلامت فضلوا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال مهم جدا ولكن للتصحيح الثلاث عشرة فرقة التي تنقسم ليست من فرقة واحدة يعني هي من جملة الثلاث وسبعين فرقة لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول وثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين كلها تنتحل ولايتنا أو مودتنا إحداها ناجية واثنتا عشرة منها في النار فإذا الأمة تنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة من الثلاث وسبعين فرقة وأكو ثلاث عشر فرقة هذه كلها تدعي أنها على منهاج أهل البيت عليهم السلام لكن واحدة منها ناجية فقط والبقية في النار الآن كيف نحدد هذه الفرقة نحددها بالتالي أولا علينا أن ننتبه أن الشيعة ينقسمون إلى ثلاث عشرة فرقة لا ثلاث عشرة أو ثلاثة عشر مذهبا وهناك فرق بين الفرقة وبين المذهب المراد بالفرقة هي التي تفترق عن أختها أو عن نظيرتها في الأصول في أصول الدين هنا تعد فرقة مستقلة أما المراد بالمذهب فهو الذي لا يفترق عن أخيه أي مذهب آخر أو نظيره أي مذهب آخر في الأصول وإنما الاختلاف في الفروع بمعنى اختلاف النتائج بعد عملية الاستنباط واتفقه فمثلا يصح أن يقال هذا مذهب الشيرازي وهذا مذهب السستاني وهذا مذهب الوحيد الخراساني وهذا مذهب الروحاني مثلا لأنه في الواقع كل مرجع تقليد هو رجل مجتهد مستقل فيذهب إلى آراء يذهب إلى مذهب ما في الفقه الآن هؤلاء يتطابقون في فتاواهم لا يتطابقون فإذن لكل منهم مذهب مستقل لكنهم متفقون في الأصول هذا لا حرج فيه فليس ينبغي أن نحرج على أنفسنا أو نضيق على أنفسنا ونقول لا واحد من هؤلاء المراجع هو وأتباعه الناجون والبقية في النار من الثلاث عشر فرقة أو الاثنتا عشر فرقة كلهم رايحين إلى جهنم وبيأس المصير لا مو هكذا لأن هؤلاء متفقون في الأصول هذه اجتهاديات هذه لا بأس بها هذا مبلغ نظرهم وقد كانت هذه الحالة موجودة حتى في أزمنة حضور المعصومين عليهم السلام يعني كان فقهاؤهم يعني تلامذتهم في البلدان المختلفة كانوا يختلفون في فتاواهم ثم لما يعودون إلى الأم عليهم السلام يصححون لهم نحن في زمان غيبة لذلك الطريق للعودة إلى إمام هذا الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف طريق يعني لا نقول مقطوع ولكن متعسر يعني فيه عسرة مو أي أحد من المراجع أو الفقهاء يتهيأ له أو يتمكن من أن يرجع إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ويصحح له فتوه لكن يحصل هذا أحيان خاصة في الملمات في الأمور الخطيرة الكبيرة يعني التي تخص الطائفة ككل أو الأمة ككل فإذن إنما ينقسم الشيعة إلى ثلاث عشرة فرقة لا إلى ثلاثة عشر مذهبة المذاهب كثيرة نعم هناك بعض ممن يدعي المرجعية اليوم وقبل اليوم كان يختلف معنا مع سائر المراجع في الأصول هناك خلل في أصول دينه هنا صار فرقة مستقلة خلاص انتهينا منها كفرقة البتريين الجدد مثلا طقت هذولا محمد أحسين فضل الله ما هل النماذج هذا فإذن كيف تحدد أنت الفرقة الناجية تجعل هذا المعيار لنفسك إذا كان الاختلاف في الأصول فهنا الحق واحد لا يتعدد لا بد أن يكون واحد هو الأوجهة أو مجموعة هم الذين على حق أما أن تقول كلهم سواء لا يعني الآن مثلا الزيدية فرقة اصطلاحيا من فرق الشيعة لكنها فرقة مستقلة هي من الاثنتين عشر فرقة الهالكة لماذا؟ لأنها تختلف معنا في الأصول نحن نقول بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عين من بعده إثنتا عشرة أو إثنى عشرة خليفة هذه الفرقة لا تقول بهذا الكلام تقول بماذا؟ بالخلافة في البطنين أي الحسن والحسين عليهم السلام لكل من خرج من ذريتهما بالسيف أو أعلن الجهاد يقولون تنعقد له الإمامة كلام فاضي كلام باطل يعني فإذا اختلفنا معهم الإسماعيلية فرقة نختلف معهم هذه كلها فرق تنتسب إلى الشيعة هناك فرق أخرى خفية مع الأسف لأنها داخل الجسد الإمامي الاثني عشري إحنا بليتنا مع هؤلاء الشيعي هو شنو؟ هو في داخل هذا الجسد محصن حتى من الزيدية والإسماعيلية عمرك سماعة واحد شيعي يعني إمامي إثنى عشري راح وتزيد مثلاً صار زيدية عمرك ما العادة الزيدية يصيرون إثنى عشرية إسماعيلية يصيرون إثنى عشرية مثلاً هذولة بالأصل بالأصل إذا تقرأ تاريخهم هذه الجماعة الهندية من المسلمين هؤلاء كانوا إسماعيلية ثم بعد ذلك من الله على أحد زعمائهم بالهداية فصار إثنى عشرية وبعدئذ صار أتباعه تلقائياً كلهم من الإثنى عشرية من الله عز وجل عليهم بالهداية فعليكم السلام ورحمة الله فالتاريخ يكشف لنا والواقع المعاصر أنه الفرق الأخرى هي التي ينتقل أبناؤها إلى التشيع كما ينتقل أبناء البكرية مثلاً إلى التشيع ما نسمع إحنا بهذه الظاهرة أنه ناس من الشيعة أنفسهم ينتقلون إلى الفرق الأخرى حتى وإن كانت منتسبة إلى التشيع فالإنسان الشيعي محصن بطبيعته تجاه الفرق الأخرى لكنه ليس محصناً مع تلك الفرق أو أمام تلك الفرق المتماهية مع التشيع في داخل الجسد الإمامي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته داخل الجسد الاثني عشري هذه الفرق مصيبة يعني لا تميز جيداً مثل فرقة البترية مثلاً عليكم السلام ورحمة الله فرقة الفرقة العرفانية الباطلة مثلاً أي اللي هم كما نقول يعني نسخة معدلة عن التصوف البكري لكن في الجسد الشيعي إذولا مصيبة إحنا مثلاً نؤمن نؤمن مثلاً هذا في عقيدتنا نحن الإمامية تبعاً لأئمتنا عليهم السلام أن صفة الإرادة أن الله مريد هذه من صفاته الأفعالية من صفات الأفعال لا من صفات الذات بحث يعني عميق في هذا الشأن أئمتنا عليهم السلام قالوا من لم يزل من قال أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد مضمون كلامهم الشريف ليش؟ لأنه إذا قلت أن الله عز وجل دائم الإرادة في الخلق والإيجاد وأن ذلك جزء من ذاته صارت كأن الإرادة قهرية هنا لا تنفك عن ذاته وهذا هو المنسجم مع المتصوف وعقيدتهم فيما يسمونه الفيضى الإلهي المستمر المتوالي لا نحن نقول كما قال أئمتنا عليهم السلام أن الإرادة صفة من صفات الأفعال من الصفات الفعلية لله لا من الصفات الذاتية فالله يريد ولا يريد يشاء ولا يشاء هذه عقيدتنا وإمتنا يقولون اللي يقول بخلاف هذا الكلام ليس بموحد يعني الإسلام مع ذلك تجد معممين شيعة يسمون أنفسهم شيعة يعني ويسمون نفسهم مراجع يقولون بأن الإرادة صفة من صفات الذات لا من صفات الأفعال والناس تتبعهم ليش لأنهم ما متفقين الناس ما متفقها حتى تصل إلى هذا المستوى الذي تميز فيه أنا أشكر الأخ الكريم السائل ربما من البحرين أو كذا يمكن من لهجة يعني أنه يسأل هذا السؤال كيف نميز بالفعل أقول لك بهالطريقة أولا نتميز تعال ذول المراجع العلماء هؤلاء ما هي طبيعة الخلافات فيما بينهم أو الاختلافات إذا كانت في الفروع فالأمر سهل هذه مذاهب آراء اجتهادية معذورون فيها أما إذا كان في الأصول إذن كل واحد منهم له فرقة مستقلة هنا تميز بينهم فورا نتميز أنه تعال أنت شنو دليلك وأنت شنو دليلك فهؤلاء لا بد من الانتباه إليهم واحد مثل مثلا هذا مشكيني مثلا أو جوادي آملي مثلا إذن لا يقولون تبعا لمذهبهم الفلسفي ويقولون بأن الإرادة من صفات الذات لا من صفات الأفعال أهمتنا عليهم السلام يقولون من زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد إذن خلص فورا نضع عليهم إكس مثل ما يقولون صاروا فرقة أخرى بعيدة عن التشيح هذا نحتاج أن نميزه كذلك هؤلاء الذين يلغون البراءة لا تكلم عن الذين يمنعون الجهر بالبراءة التفتوا هذول أهل العالم الثاني هم مننا لكن نحن نخطئهم أم من باب الاجتهاد يعني لكن الذين يلغون البراءة إما يلغونها إما يشككون فيها إما يجعلون المائز بيننا وبين أبي بكر وعمر وأتباعهما مائزا اجتهاديا يسيرا لا مائزا عقديا أصيلا يقولون بالتخطئة مثلا ولا يقولون بالبراءة يعني يخطئون أبا بكر عمر عثمان عائشة لكن لا يبرؤون منهم ويشهدون عليهم أنهم من أهل النار إذولة أيضا خارج الجسد الشيء إذولة عقيدة منحرف إمتنا قالوا هذا الكلام إذولة بترية كل واحد يستخدم لغة لينة تهوينية لما ارتكبه أبو بكر وعمر وأمثالهما ويحاول أن يظهر أن ذلك مجرد اجتهاد ونظر أو أخطأ في أقصى الحالات يعني هذا خائن للتشيع واستقل بفرقة منحرفة شذ انتهى أمره فما نقدر أنه نقول هذا مننا شلون يصير مننا على أي أساس صير مننا إخواني أكو مسألة جدا مهمة نحن ترى غافلين عنها يعني عموم الشيعة غافلين عنها أنه لسنا نحن الذين ندخل في التشيع أو نخرج منه إلى إما الأطهار عليهم السلام لأنهم أئمة التشيع نحن لازم نرجع للقواعد والأصول التي وضعها الأئمة الأطهار خلاص لازم نرجع إلى مطمر حمران يا حمران مد المطمر بينك وبين أصحابك مطمر خيط البناء حد فاصل يعني أكو حد فاصل هذا مدة فمن اجتازه فهو زنديق يقول له حمران بن أعيان وإن كان محمديا وإن كان علويا فاطميا يجيبه الإمام عليه السلام قائلا وإن كان محمديا علويا فاطميا نحن نريد هذا المطمر هذا شون نعرفه نحن بالرجوع إلى أقوال أمتنا عليهم السلام أحاديثهم نصوص الكتاب والسنة بحيث هذه نستطيع نعتبرها أساسيات ضروريات هذه في التشيع هذه خلاص هذه نأخذها نخليها هي الحد نقول أي واحد يجتاز هذا ليس بيننا وبينه علقة خلاص هو شاذ هذا الآن منه يسوي في الأمة يمكن باستثناءنا منه يسوي هذه العملية العملية التمييزية هذه منه هاي يسوي ماكو يعني ما نشوف جهة تذكر يعني جعلت ثق لها في هذا الموضوع وهذا من تلبيسات الشيطان أنه يقال أنتم عليكم أن تحافظوا على وحدة الشيعة ولا تفرقوا بين المراجع وكلنا يعني كلنا سمن وعسل لازم نصير وكلنا إخاء ومودة وإلى ما هنالك ترى هذا الكلام نفس كلام أولئك الذين يقولون أنتم ليش تفرقون بين الشيعة وبين البكرية السنة على تعبيرهم وليش نحن كلنا مسلمين وكلنا واحد هذا أسلوب الشيطان الشيطان شنو هدفه الشيطان يريد الناس الأمة تبقى على عماها مثل ما يقولون فلا تميز بين الحق والباطل كله يختلط ببعض كله يختلط علي في الجنة وأبو بكران في الجنة عرفت وما ندري ما ندري منه بالجنة شا علينا احنا تلك أمة قد خلت شلنا علاقة يا أبا هذا صلاة مقبولة وهذا هم صلاة مقبولة هذا اللي صلي هالشكل صلاة مقبولة واللي صلي بغير هالشكل هذا هم صلاة مقبولة كل الطرق تؤدي إلى روما مثل ما يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق مثل ما يزعمون عرفت شلون بعض الناس من صورنا هذا حديث شريف ترى بالمناسبة المهم ومن هذا الكلام الشيطان يريد هاي الأمور تتلخبط حتى شنو لا ينفرز الحق عن الباطل الكل يصير حق أكو مذهب أصلا مذهب كلامي في وسط المسلمين يسمى مذهب المصوبة سامعين بيه نحن شنو نحن مذهبنا شنو مخطئة نحن نحن مو مصوبة نحن لا نقول بالتصويب الذي هو بمعنى تصويب كل مجتهد نقول كل مجتهد مصيب المصوبة يقولون كل مجتهد مصيب نحن لا نقول هكذا نحن نقول لا لأن الحق واحد والإصابة الصواب واحد فواحد مصيب البقية مخطئون فنحن نخطئ الشيطان هو الذي بث هذا المذهب في وسط المسلمين كله مجتهد مصيب صوّبوا الكل أنتو شو لكم علاقة أذكر مرة دا أشتري مسواك كذا إجاني واحد وواحد شيعهم الظاهر يعني عراقي فأنا دا أشتري غراض ومجغول وتدري أنا وقتي محدود جدا وهذا جاي حضرته فاضي يريد يناقشني الآن جاي يقول لي شيخنا ليش هالشكل دع الخلق للخالق من زين شلنا علاقة إحنا مدري شنو هالأمور تتكلمون على يعني رموز الآخرين مدري شنو دع الخلق للخالق شيخنا كنت له هذا شنو هذا هو حديث شريف هذا دع الخلق للخالق لو تسوي مثل واحد من المعممين اللي يجيب له كلام ويقول قال الله تعالى في كتابه الكريم هذا يذكر مرة صارت مرة هذا واحد من القضاة اللي حاكمه صدام شوي أجسمين هذا نسيتهم شنو اسمه المهم جاي يقول بيان قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل صدق الله العظيم قال هذه آية قرآنية عفوا لا استغفر الله قال العدل أساس الملك قال العدل أساس الملك قال بسم الله الرحمن الرحيم العدل أساس الملك صدق الله العظيم هالشكل يعني العدل أساس الملك ما يا قرآنية زين هذا أكو أشياء رائجة هذا دعي الخلق للخالق البعض يتصور هذا حديث يعني أو مثلا حكمة من حكم أمير المؤمنين عليه السلام وشيء من هذا القبيل يعني ويبنون عليها نتائج يبنون عليها نتائج فهذا مجلب بدع الخلق للخالق فشرحت لأنا وضحت لأنا أنه ترى هذا الكلام باطل ما يصير إحنا ندعو الخلق للخالق لكن ما ندعو تكليفنا نحن يعني إحنا من تكليفنا أنه لا نتبع الظالمين لا نتبع المنحرفين لا نتبع المضلين لا نتبع من حاد الله ورسوله لازم احنا نميزهم هؤلاء حتى وإن كانوا من الغابرين من القدماء وبعدين نبرأ إلى الله تعالى منهم ومن منهجهم وإذا وجدنا أحدا واقعا في حبالهم ننصحه ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونقول لو اترك اتباع هؤلاء ترى يأخذونك إلى الضلالة وإلى جهنم هذا تكليفنا إحنا إحنا مسؤولون عن هذا ما يصير إحنا نترك هذا الشيء وإلا خلص دع الخلق للخالق شا عليكم أنتم مثلا بوذا مثلا خلي نقول الآن أنت تشوف لك جماعة يعبدون بوذا مثلا هذولا مو كفار سؤال ملازم أنت تدعوهم بدعوة الإسلام حتى تستنقذهم من النار أنت عليك هذا يتخيل يجيك البوذ يقول لك دع الخلق للخالق انت شا عليك به والمشرك الذي يعبد الله والعزة يحتج على محمد صلى الله عليه وإله يتبع عائشة في معركة الجمال ينصحهم أمير الممني يقول دعا الخلق للخالق واللي تبعون معاوية هم دعا الخلق للخالق واللي تبعون يزيد دعا الخلق للخالق واللي تبعون ما أدري أبو حنيفة دعا الخلق للخالق وبعدين يعني خلص علينا أن نلغي ونشطب وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي الله في كتابه المجيد يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني هاي السبب أنه أنتو خير الناس إذا هاي تشطبوها أنت شر الناس هذا كلام باطل فالمهم إحنا علينا إخواني حتى في الجسد الشيعي في الداخل نقوم بعملية الفرز ونقوم بعملية التمحيص والتدقيق بحيث إذا وجدنا من يدعي المرجعية جاء ببدعة أو انحراف عقدي افترق عن غيره في الأصول في أصول الدين نبحث فورا نبحث حينئذ إذا وجدناه قد شذ وجاء بما لا يعرف في أصول الأئمة الأطهار عليه السلام قلنا إنه قد شذ بفرقة مستقلة لا علاقة لنا به خلص بعد ما يأتينا واحد ويقول أنه أنت هكذا تحدثون الفرقة والانقسام فيما بين الشيعة خل شنسوي بعد أما أن نسكت على الباطل والانحراف ما يصير عندنا الفرقة الفرقة العرفانية الباطلة هذا في داخل الفرقة الإمامية انتفتوا عندنا الفرقة البترية عندنا الآن فرقة جديدة طالعة تعبدوا بأي مذهب أي إنه تعبد بأي مذهب وكذا ومدري شنو أي دين وأي كي فرقة بالونية يعني هذه هم فرقة جديدة وماشية صاير الهسوق لأنه الشيطان دائما مع الطرف الآخر الشيطان مشكلته ويانا إحنا وأمثالنا يعني عرفتوا شلون يسبب لنا كل شوية يطلع لنا مشكلة كل شوية يطلع لنا مشكلة يأذيننا يعني أما الآخرين ما عندهم مشاكل أمورهم مبسوطة ومرتاحين وامكرشين وامريشين عرفتوا شلون ويدقون بالخمس مثل ما يقولون ومرتاحين ما عندهم مشاكل ويسافرون يروحون يجون يطلعون ما كوا عليهم لا تهديدات أمنية لا مثلا مشاكل لا يجون كل شوية يقول أيها الناس أنجدونا أنجدونا تبرعات تبرعات ما عندهم الأمور يعني مرتاحين مأمنين نفسهم أمنيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا حوزويا مثلا من كل الجهات إعلاميا مأمنين نفسهم أما إحنا بالكاد هاي الشكل يعني بس نحاول بطريقة أو بأخرى بس نوصل صوتنا بس أنه الصوت ما ينقطع ألف مشكلة ومشكلة تصير ألف مشكلة ومشكلة تصير اللي تمنع أو يحاول الشيطان بها أن يمنع هذا الصوت ما يتحمل الشيطان ما قادر يتحمل أنه شنو ذولة يسوون شنو ذولة يعني أنا جهود ألف واربعمائة سنة تريدون أنتو كلكم بس جايين الآن تهدموها معقول ينجن الشيطان على هذا على هذا الحاجي أنا ألف واربعمائة سنة أبني عقيدة تقدس وتحترم أبا بكر عمر وصلت المسلمين إلى تقديس هذين الاثنين وهما لا قيمة لهما بالأصل كان بل هما من أعداء رسول الله من المنافقين صلى الله عليه وآله من قتلت الزهراء البتول عليه السلام أنا نجحت وخليت الأمة تقدس هاتين الشخصيتي وحتى الجماعة اللي ما تقدسهم يعني الشيعة خليتهم ساكتين وضربتهم على حلوقهم وخليتهم يؤصلون إلى فكرة وجوب احترام هذين يعني مراعاة لمشاعر الآخرين فقضيت نهائيا على كل صوت معارض لهاتين الشخصيتي كان قبل بضع سنوات منه كان بالعلن يتكلم كلمة على أبي بكر أو على عمر وين كان هذا أو على عائشة بعد وين كان أنا نجحت هذا 1400 سنة رسخت هذا الشيء إلى أن نجحت فيه طالعي اللي أنتوا شوية جايين تهدمون هذا كل اللي بنيته قاعد لكم ركبون نص هذا اللي حاصل إحنا ترى لو لا نشوف هذه المشاكل التي يعني نتعرض لها سواء خارجية داخلية نشك أننا على حق لأنه من دون مشاكل ما يصير أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل زلزال لازم يصير من حين لآخر مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله يقول شنو الدخلون الجنة بلاش بالمجان خميصير لازم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كما أصاب الذين قبلنا من الصالحين لابد أن نصاب به أو شيء منه على أقل تقدير ونسأل الله اللطفة فيه لابد وإلا واحد يرتاب يعني إذا الأمور كلها ماشية على حسب الأصول أو حسب المراد راحة في راحة لا أكون لازم نراجع عنفسنا ليكون لا سمح الله واقعين في شبهة ونحن لا نعلم واقعين في شيء لما يرضي الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام فإذن يا أخان الكريم ارجع للأصول وقس عليها بهذا تعرف الفرقة الناجية إن شاء الله ثبتنا الله أيك اشتركوا في القناة